مهر مذيوب كيف كيف اللي هو في موجود في الدوحة فمن باشر زاد المشاكل هذية شوف ثم طريقة مش نحكيه على التأشيرات والحكايات كيناديك هذيك بش تبدأ واضحة وهونية مذبية معتا الإخوان اللي بش يسمعوا معتا أين فوا بورتوت نتفقوا على النقطة هذية ثم أمور سيادية من عندنا عليها حتى معتا حتى بوفار من نجمو نعملوا حتى شيء كيف دولة هنجيك هنجيك لا لا جايهم جايهم وخطرا أنا قلت لي أنت تفكرني كل مرة تقول لي ديما نقولوا شنية المشاكل دونك حاجة تشبت حاجة بالنسبة للتوانسة العلقينة متوما كما شفتوا لله الحمد يعني حكيت نوران حواس طوال اللي تم طلق صراحة من من يومين عندنا التوانسة اللي هما مختطفين كما في ليبيا ندير ومزالت هذه الحكاية طويلة إنما ثم ناس اللي أنا نسميهم عالقين اقتصاديا ما معنتها يمشي وغديكا كي ما قلت انت يا بيك دي بابيي ولا دي فو بابيي وللأمانة زادا نقولوها ثم ناس اللي يتغامر وتمشي بتأشيرات اللي هي تأشيرات زيارة ولا تأشيرات سياحة ويحاولوا بيش يقعدوا غديكا هذه ينجر عنها في عادي ومشي جديدة راي الحكاية أما شنو اللي حصل بالوضع الاقتصادي وبالوضع اللي عنا في تونس يمكن الأرقام توتى فيقمت كثرت شوية أما هذي كان موجود راه من طول عمرها موجود وتسأل السيد القناسلة ولا السفراء هونية كيف الملفات اللي عندنا متاع التونسين العالقين كي ما الشسم اللي في ربي فارج علي اللي في قطر اللي مهر مذيوب كيف كيف كل مرة يطلب أما ستنكا معانتها وديكاكين هكي أنا جدي ما نقول النيبالوس رو ثم ناس يمكن قاعدة تألسيبية لحكاية الحل كي دي بش يجيب على الناحية السياسية وعلى العلاقات اللي تربطنا بالدول هذية اترقنا للموضوع هذي في الاخر لقاء مع سيرادوين عيارة إلان في اندوسي بريوريتي مش هو بارك حتى سيخ مايس الجيناوي وزير الخارجية ويظهر لي ثم نية بش خطر قلنا لهم اللي فعلا وسي ماهر ذكرها أكثر من مرة وانا من ناحيتي يعني كمسولين كمرش ترجمة نانسي قنقر